بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المصالين سلام عليكم عزائي الطلبة طلبة سنة اولى ثانوي اليوم شاء الله رح ينتعرفو على جدول التقدم اذا جدول التقدم باش نتعرفو عليه لازم لنا تفاعل كيميائي اذا ليكون لدينا هذ التفاعل الكيميائي هذ المعادلة الكيميائية عندنا ا ا زائد ب ب هما المتفاعلين تعطينا س س زائد د د حيث او البي والس والدي هي معاملات ستوكيومترية اذا باش نديرو جدول التقدم لازم نمثله بهذا الشكل اذا هذا هو جدول التقدم اذا لاحظوا معايا اول شي رحو نقسمو يعني نديرو نكتبو المعادلة نكتبو معادلة كيميائية هنا يا ونقسمو طبعا على حسب وش حال عندي المتفاعلات وعلى حسب ش حال عندي النواتج وهنا هذ الخانه هذي وش نكتبو فيها نكتبو فيها كيميات المادة اللي هي ماذا اللي هي ان تكون بالمول الوحدة التاحه هي المول ثم هنا وش نقسم هذ الخانه هذي الى قسمين نكتب هنا التقدم اذا التقدم ونكتب هنا الحالة طبعا كل واحده كيفش يرسم جدول التقدم كيلي يخلي هذ الخانه هذي وحدها ويقسم المعادلة هنا يقسمها على زوج يكتب هنا المعادلة ويكتب هنا الحالة يعني هذ لا يهم المهم انه جدول التقدم يكون صحيح اذا هنا التقدم وش عندنا اول حاجة نكتب هناah الصفر تقدم نرمز له بالرمز اكس ثم اكس فينال الحالة عندي الحالة الابتدائية عندي الحالة الانتقالية الإنتقالية وعندي الحالة النهائية إذن عندي ثلث حالات الحالة الابتدائية الانتقالية أو الوسطية والحالة النهائية الآن طبعا في التمرين يكونوا أعطوكم كمية المادة اللي هي عادة المولاد ممكن يمدوها لكم يعني تكون معلومة ممكن ما يمدوها لكمش طبعا أنتم ما تحسبوها الآن إذا كانت مثلا عندنا كمية المادة للمركب الأول اللي هو A تكون عندنا مثلا N1 نسميوها N1 وكمية المادة للمركب الثاني للمتفاعل الثاني مثلا تكون عندنا N2 هنا طبعا في البداية المركب C والمركب D يكونوا ما زال ما تشكلوا لناش يعني عند T تساوي الصفر تكون عندنا كمية المادة يعني النتيجة لC والD تكون معلومة إذن نكتبوا هنا يا الصفر وهنا يا الصفر يكونوا ما زال ما تجنناش يعني C والD الآن في عند الحالة الانتقالية أو الحالة الوساطية وش رح يصر هنا يا رح يتشكلنا تقدم معندها كمية المادة الابتدائية للمتفاعلين رح تتناقص كي تتناقص وش رح ينتجنا ينتجنا تقدم معندها رح ينقصلها مثلا عندنا N1 رح تنقص كيف رح تنقص رح ينقصلها التقدم ولكن هذا التقدم يكون مضروف المعامل ستوكيومتري للمتفاعل A إذن أعيد قلنا في الحالة الوساطية أو الحالة الانتقالية كمية المادة الابتدائية للمتفاعل A رح تتناقص إذن وش نكتب كمية المادة N A ناقص معامل ستوكيومتري A مضروف في X لهو التقدم طبعا وش معندها المعاملات ستوكيومتري هي عبارة عن أعداد ممكن ننقو ثنين ثلاثة يعني عبارة عن أعداد إذن هنا قلنا N1 ناقص A X ثم هنا كمية المادة الابتدائية للمتفاعل الثاني نقصلها ماذا نقصلها المعامل ستوكيومتري B مضروف في التقدم X ثم هنا هذا التقدم رح يتشكل لي يعني رح يتشكل لي رح ينتج لي في النواتج C و D إذن C كمية المادة يعني في حالة انتقالية للمركب C هو X تقدم X مضروف في ماذا في المعامل ستوكيومتري للمركب X كذلك كمية المادة طبعا هنا بالنسبة ل الناتج D كمية المادة في الحالة الانتقالية هي المعامل ستوكيومتري اللي هو D نضربه في X طبعا قلنا D والC والA والB هي أعداد فقط يعني الأعداد اللي هي نسموها بالمعاملات ستوكيومترية اللي هي نلقوها على يسار كل مركب سواء كان متفاعل أو ناتج الآن في الحالة النهائية طبعا في الحالة النهائية نفس العبارة نكتبوها N1 ناقص المعامل ستوكيومتري ولكن مضروف في X في وهنا كذلك N2 يعني كمية المادة المتفاعل B نقص لها المعامل ستوكيومتري في X في كذلك في النواتج عندنا المعامل ستوكيومتري C مضروف في X في وبالنسبة للمركب D المعامل ستوكيومتري D مضروف في X في 0 كذلك الآن هذا هو جدول التقدم نحن جدول التقدم طبعا قلنا وشا حندروا به هالجدول التقدم ممكن يقولكم وجدوا لي شكون هو المتفاعل الموحد شكون هو أو أوجد قيمة تقدم الأعظم X ماكس ما معنى المتفاعل الموحد المتفاعل الموحد هو المتفاعل الذي ينفذ الأول معنى ليخلاص اللول مثلا ممكن يكون A هو ليخلاص اللول ممكن يكون B هو ليخلاص اللول وطبعا احنا باش نلقاو المتفاعل الموحد نازم ناخده نديره هذه N1 ناقص A X في 0 تساوي 0 نروح نحوص على X في 1 تساوي ونبات طبعا نفرض أن المركب أو المتفاعل A هو الذي ينفذ الأول معنى هو المتفاعل الموحد نحن نفرض في البداية إذا فرضنا معنى هذا تساوي 0 ثم من نحل معادلة نخرج X في 1 وش تساوي ثم نفرض أن المتفاعل الثاني اللي هو B هو المتفاعل الموحد أو هو الذي ينفذ الأول وبالتالي نخذ N2 نقص B X في تساوي الصفر ونلقوا X في نحن تساوي الآن كيف رحي نشوف أو نعرف شكون هو الذي ينفذ الأول يعني شكون هو المتفاعل الموحد القيمة الصغيرة لنلقوها إذا لقينا مثلا X هنا صغيرة على X هنا معندها المتفاعل الموحد هو المركب A إذا لقينا X طبعا للمركب B هي أقل من X للمركب A معندها المركب B هو لإخلاص الأول معندها هو المتفاعل الموحد وبالتالي هذه القيمة الصغيرة هي لنسميوها بالتقدم الأعظم X ماكس إذن طبعا هنا لازم لكم تطبيق باش تفهموا كين حاجة واحدة وخرتان يعني ممكن قلنا كمية المادة N1 و2 ما كمش رحلين تلقوهم في التمرين ولكن يمدلكم معتايات أخرى باش تقدروا تحسبوا N1 و2 طبعا نحن درنا كل القوانين نحسبوا بها كمية المادة ممكن مثلا يمدلكم كمية المادة يعني عفوني يمدلكم الكتلة مثلا نوذيب كتلة معينة يعني من المركب A في كمية من الماء إذا طولكم الكتلة ما عندها كمية المادة مثلا N1 تساوي petit term sur grand term يعني نحسبوا بهذا القانون نحسبوا كمية المادة N1 ممكن مثلا يكون عندنا محلول ما يكونش عندنا مادة صلبة ولا يكون عندي محلول يمدلكم C ويمدلكم V ما عندها كمية المادة N تساوي C فوا V مثلا هنا إذا كان مثلا N2 هذا عبارة عن محلول إذا نكتب N2 يساوي C فوا V يعني على حساب وش يمدلكم في التمارين وممكن يكون غاز هنا غاز يقول لكم في الشروط النظامية معندها N نقدر نسميها إذا N غاز إذا كان عندي غاز N غاز يساوي V غاز سوق V M معنى هذ طبعا كمية المادة نحسبوها على حساب وش عندي في التمارين قلنا إذا أطولكم الكتلة طبعا لازم يبدو لكم المراكب باش تحسبو الكتلة المولية نستعمل القانون N نساوي PT M sur GRAN M طبعا PT M هذه هي الكتلة رهي بال GRAM و M كبيرة هي الكتلة المولية GRAM POR MOL و مثلا C هو التركيز المولي MOL على الليتر والحجم يكون بالليتر وهنا كذلك هنا إذا قلوكم في الشروط النظامية معنى الحجم المولي VM هو 22,4 ليتر POR MOL طبعا V هو حجم الغاز يكون بالليتر يعني هنا على حساب وش يكون عندنا في التمارين طبعا ما لا ننسى الغاز طبعا الغازات المثالية PV عن القانون الآخر PV تساوي N RT يعني ممكن نحسب الآن من هذا القانون تساوي PV على RT طبعا حيث V هنا حداري يكون بالمتر كيب والP يكون بالباسكال والA قيمة ثابتة وهي 8.31 واتدرجة الحرارة اللي هي تكون بالكلفن وعطيت لكم التحويل من الكلفن إذن عندنا قلنا T بالكلفن تساوي ماذا تساوي T بالسيسوس زائد باش تعرفوا مختلف الأسئلة لتقدر تتحلكم في هذه الوحدة إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم تساوي